شايف بقى سريعا بقى الدوري المصري السنادي أخباره إيه؟ شايف الصراع على المراكز الأربعة الأولى وكمان على المراكز المتأخرة في الدوري؟ أنا أتمنى أن الدوري يطلع بشكل كويس أو السنادي يعني أنا شايف أن فيه فرق بتنافس بقوة من ضمنهم فرق طلاع الجيش وأنا أم بسوط لفرق طلاع الجيش أنه بدأت تنافس صموحة الحمد لله كسب عولم أمبارح وبعض المرتب السادس أتمنى أن ألاقي خمس ست فرق بينفسه على الدوري يعني دي حاجة أنا من زمان كان نفس أشوفها ما بحبش الفرق اللي هي بتنافس فاول الدوري وبتيجي طبعا فخر الدوري والأهل يفرق بقى طبعا الزمالك يفرق عنهم بكتير فأنا أتمنى أستند إن شاء الله أن ألاقي كذا فرق من ضمنهم ده طبعا لصالح الكرة المصرية عندنا أهلي عندنا زمالك عندنا بيرمز عندنا فيوتشر وعندنا طلاع الجيش السراميكا وطلاع الجيش واسموحة برضو أنا اسموحة أتمنى أنه ينفس بكوة السنين حنتكلم على اسموحة شوية طعم بتفصيل إنت كم سنة تقريبا في اسموحة يا كابتن تمانية حنتكلم أكيد مع كمان على كابتن أحمد سامي وأداء والمتميز في إدارة نادي اسموحة وأنا بحب الرجل دي على الصراحة على الصعيدة الشخصية بس أنت شايف الست فرق دول اللي هما بيتنافسوا في القمة ولعبة بقى الكراسي المتحركة شايفها إزاي؟ أو كراسي موسيقية شايفها إزاي؟ أنا شايف أن الفرق اللي عندها اللي عندها العيبة دكة بره جامدها هي اللي هتكمل طول الدور الدور طويل وفيه فرق كلها متشابهة مع بعضها شايف الفرق اللي عندها تيم كامل مش الـ 11 أو الـ 12 ولا الـ 14 اللي بتغيروا عليّات المداربين في التشكيل لا أنا شاف الفرق اللي معاها تيم كامل هي اللي هتنفس على آخر الدورة التيم كامل يعني الدكة الدكة بالي بره بالي كله عنده تيم أقوى هينفس على الدورة من الدورة طويل ومحتاج لعيبة كتير جدا ومحتاجها لعيبة على قد المسئولية مش يلا أنا الفرقة كسبت ماتشين وكويس وترتيبي الخامس أو الرابع أو التالت واجب بعد كده ماتشين أنزل العاشر لا الفرقة دي مش هتكمل أنا عايز فريتين ثلاثة أربعة طول السنة لا أنا عندي تارجيت أنا عايزة نفس على الدور